فيه فرق ما بين الاهتمام بالمظهر الخارجي والاهتمام بالنظافة الشخصية ممكن أقابل راجل شكله حلو بس هو مش نظيف الموضوع يمكن جديد شوية نحن نتكلم فيه بس مهم أنا عارفة الموضوع حساس شوية في الوقت أي راجل بتفرج عليه وليه ده اللي انت بتقوليه ده آه آه مش شرط ان انت تروح تجيب قميز جديد ولا بانتالون وتروش شوية بارفان كده وخلاص لا النظافة الشخصية بتفرق عندنا احنا كستات ولو انت حتى في الشغل اكتر من شكلك الخارجي تامر ازاي الراجل يهتم بنظافته الشخصية يعني انا اتخضيت اهو الراجل اتخضيت انا شخصية اتخضيت الراجل انا برقت اصلي دي حاجات الستات بص الستات احنا كستات لما نقعد قاعدة ستات كده بتتقال وبيبقى هي مكسوفة تقولها الجزهة ومكسوفة تقولك على الحاجة فيه جوازات بتبوز يعني هما في خطوبة هو مخطوبين لسه والولد ممكن يكون كويس جدا وابن ناس جد بس مش نضيف لا هي كمان الاهم بقى من هو ياخد دوش وانه بقى حطت بارفان ورحته كويسة ودي حاجة طبيعية ما بننكلمش فيها خلينا نتكلم على الحاجات اللي فعلا ممكن تكون بعض عماتة للناس بقى مش هالتكلمة بتخدش بالها منها يعني ماينفعش نكون لابس ومتشايك وحطت بارفان وده وفري طويلة ومش نضيفة دي كارثة طيب دي كارثة انت راجل معي هو تمام قولي ازاي بتهتم بنظافتك الشخصية دي اساسيات خلينا نقول دي حاجات بلت يعني حاجات لا مش بلت اين؟ فيه الجالة ما عندهاش خلفية بيه ما هو فيه فيه الاساسيات اللي هي ما عندهاش اللي احنا بنتكلم بالإي بي سي او ألف بيه الدوش صبحه بالليل ولو هتلعب رياضة يبقى ممكن ثلاث مرات في اليوم ده الطبيعي بس خلينا نتكلم على الحاجات اللي هي ممكن ببعض الناس ما بتهتمش بيها وبتدخيل لها طبيعية اللي هي زي ما قلنا دوافر الدوافر بتلاقي رجالة كتيرة جدا مهملة في مدارق مش مفتمية الدوافر طبعا وده بتبقى منظر دوافر طويلا فانت مهما كنت لابس وشكلك كويس اول حاجة هيتبص عليها خلينا نقول ان ما تبقاش لابس ومتشيك وجزمتك كلها طراب ما تبقاش لابس ومتشيك ومتقنتك وقاعد بتاكل في حتة وبتاكل وبقك مفتوح وبتاكل وصعب على كلامة لغوصة تحالوا بقى نتكلم على الحاجات اللي تفصل اي حد ملقاه حاجة فهي الجمال فعلا زي ما قلنا او الاهتمام عمتا بالشكل الخارجي لازم فيه شوية حاجات تكمله كمان على حاجة بتلفتني انا كسيت شكل سنانك اه طب شكل ما هي دي من النظافة الشخصية تتحط تحت بند النظافة الشخصية مش بس غسيل الاسنان لا انت لازم تخسل سنانك الصبح وبالليل وقبل ما تنام لكن كمان سنان ممكن تبقى صفرة طب انت ممكن نعالجها حاجات كتيرة لو حطينا بقى بند ودي للأسف ممكن تكون بعض رجالة فعلا زي ما بنقول بقى السيتات بتهمل رجالة بتهمل فيها بتتخيل نعم مش اسألها دي اساسيات فعشان بقى لبس بدلة والقشر على البدلة وانا ماشي في دفوسة الشغل والقشر كلهم بهديني كل الكلام ده كله لو الرجالة ما اخدتش بالها منها بجد بتفصل اي حاجة مهما كنت عملت مجهود عشان خاطر تخلي شكلك بالشكل المفروض تبقى عليه ده الشكل الخارجي اشتركوا في القناة